طب يعني لو كلمنا طبعا عن العنف وعن القمع احنا دلوقتي يمكن لو كنا بنقرأه الأول في الصفحات الأخيرة في الجرائد بيننا بنقرأه كل يوم في عناوين الصحف في الصفحة الأولى في كل الجرائد فمش حادر أقول إنه هو يعني اختفى بس عايزة برضو أخذ رأي حدا يكفي حاجة مش شايفة إن احنا متحملين شوية على الثوار يعني احنا طلبناه من شباب قوموا بصورة اسكتوا يعني نظام حددوا الحكومة هتكون إزاي طمام زي يعني المفترض يعني كل ده زي هم قدموا أرواحهم هم ليش يقدموا أكتر من كده يعني طبعا هم طبعا كانت محدش يقدر ينكر إنه الشباب هم الشعلة التي أشعلت هذه الصورة وشاركوا فيها وقدموا فيها تضحيات وشاركت معاهم بقية الشعب المصري وإحنا بنقول إنه للصوار دول حليفين رئيسيين الشعب المصري اللي نضم لهم من كل فئاته وكل طبقاته وساند هزي الصورة لإنه الجموع اللي جات دي كلها جموع وقفت وتبنت مطالبهم ودعمتهم أثناء الصورة الحد الثاني هو المجلس العسكري الجيش وقف مع الصورة وقرر إنه هو يسندها ويتبنى مطالبها إلى آخر الجيش بالمجلس العسكري أخطأ نعم أخطأ كثيرا لكن التحامل على الصوار مفيش تحامل إحنا بنقولهم ادخلوا المصارات يعني فيه صواء يعني أنا عجبني جدا زياد العليم راح اترشح عشان يدخل مجلس الشعب عشان يشرع عشان يغير في القوانين مصطفى النجار عمر الشبكي عمر حمزاوي كل دول كانوا في المداد بس يا فاندن فيه حاجة كان فيه يعني كان فيه جزء من في الأحداث الأخرانية إنه زياد العليمي نفسه طلع قال إنه هما تم استخدام العنف معاه بشكل شديد وإنه يعني تقاله إنه يعني انت فاكر مجلس الشعب هينفعك يعني هي الفكرة إنه الخلاف اللي بقى ما بين الصوار والقوى السياسية كمان بيؤدي العنف بشكل آخر غير العنف حتى البدن يعني العنف اللي ابتدى يمرس إعلاميا ضد المرأة حضرتك شايفاء إزاي خصوصا إن القوى لما القوى الإسلامية انسعبت من جمعة حرائر مصر ده قد مبرر كبير جدا لإنه يتم الهجوم على الضحية وهي يعني السيدة المرأة اللي هي ملاقاش زن بصنعه وانت شفت التعاطف الشديد جدا مع هذه الحالة أنا شفتش كل الناس اللي بتكلموا في الإعلام اعترضوا على هذا المشهد وادانوا واعتبروا صورة مخجلة أن تتصدر صفحات المجلات العالمية والصحف الدولية وكده احنا في كل الصورات اللي حصلت في العالم هذه العنف ده ظاهرة ملتصقة بها عشان نتخلص منه علينا إن احنا نمشي في المسارات التي تنهي الأحوال المؤقتة الوضع المؤقت اللي احنا فيه ده عجلة الانتاج تدور الخطة الموضوعة لتسليم السلطة تتم بهدوء ازاي مع تشويه السوار بمعنى إنه يتم تشويه وده تم في كثير من القنوات إنه تم الهجوم على البنت واعتبروا إن دي مؤمرة وإنه مش عارف كيتلابسة إيه وكيتلابسة إيه وكي أسنة تصدقهم ده مرفوض وده الأقلية وإحنا بنقول إنه السوار نفسهم مع طرفه إنه في وسط الجماعاتهم كان فيه بلتجاية هم طلعوا من نفسهم قالوا أي مش فيه في يوم حصل إنه بلتجاية كانوا عايدين يجلوا السوار من المدان من المدان التحرير إحنا فيه في أي تجمع بيدخل فيه خارجين عن أهداف وبالتالي إحنا بنقول أولا كان فيه دعوة إنه السوار يخلوا المدان فترة مؤقتة لكي يظهر مين البلتجي من غير البلتجي دي دعوة مثلا ما للأسف المسوار بيبعيدوا عن المدان البلتجية كمان بيبعيدوا عن المدان الحقش نكتشف مين لا لا ممكن يظهروا برضو لإنه هم فيهم باعة جائلين فيهم أطفال شوارع يعني مثلا الظاهرة الأخيرة دي أصفرت عن وجود مأساة في المجتمع المصري اسمها أطفال الشوارع اللي هم كانت بس موجودين في المدن دلوقتي بينتقلوا من المدن إلى الريف وإحنا دي مشكلة قومية لابد أن نسعى إلى معالجات لابد أن تتعامل خطط قومية لإحتواء هؤلاء وقعادة تأهلهم وتدربهم وإلى ما زال تحولوا من أطفال شوارع على أطفال مأجورين يعني نبقينها بنستخدمهم دلوقتي بشأن منظمة الوينيساف مبارح يعني طلعت منجدة للجميع أنه احترموا أخوخ الطفل اللي هتحترمها بإيه لازم تستوعبهم وتدخلهم مؤسسات وتؤهلهم لأعمال يستطيع أنهم يعيشوا منها إلى آخر دي واحدة الواحدة الثانية لابد من أنه أولا التظاهر السلمي ليه قواعد سلمي ما فيهوش عنص ما فيهوش أدوات ما فيهوش أسلحة ما فيهوش اعتداء على ممتلكات عامة ولا خاصة دي واحدة الواحدة الثانية أنا بطالب عبر البرنامج بتاعكم أنه تخصص الدولة مكان بعينه للتظاهر السلمي زي الهايت بارك مثلا كده في لندن بحيث أنه التظاهر ده يظل حق مشروع حق لكل المواطنين ما حدش يمنعه ما يعطلش المركبات العامة ما يعطلش المصالح العامة إلى آخره تتحدد مدته أنا طلعت ظاهر من الساعة كذا للساعة كذا والمكان يبقى محدد وبالتالي سنتجنب كثير من لو نقلنا الاعتصام مثلا من ميدان التحرير لأخذيقها عامة طب هو الهدف أصلا من الاعتصام لفت الأنظار لقضية معينة لو أنا نقلتها في مكان ليس له أي صلة بعجلة الإنتاج ده معناه أنه ما حدش حيبوصله لأه إزاي في وسائل كيف أمارس الضغط يا فندي لا لا في وسائل إعلام بتتابع انتشرت بشكله ما شاء الله تبدأ ده يعني اسبوعين ولا يمكن أنك أنت الطلبة بحق وانت بتعتدي على حقوق آخرين بدون الاعتداء كلنا كلنا متفققين أن المفروض لا يعني ما يكونش في أي اعتداء وأن البلطجية كمان يظهروا أستاذ أمينة بس أنا عاسبت عنها وقتين خلص بس عندي سؤال لازم مش قادر يقفل من غير ما سأله إيه رأي حضرتك في موضوع الإشارات للمخربين والإعلان الدائم عن أن في مؤامرات ومخربين وحضرتك شايف الوضع ده إزاي وإنه ده بقى لنا كتير قوي في الموضوع ده والغاية دلوقتي ما حدش طلع لنا قال لنا مين عمل إيه ما إحنا ما برضو إحنا دلوقتي تعهد المجلس العسكري في كذا مرة أنه سيكشف عن هذا الجانب وعليه أن يكشف من هم هؤلاء المقربين وأن يحاسبهم وأن يعلن لكل الأطراف من هم نتائج التحقيقات تظهر والنتائج تظهر أستاذ أمينة نقاش الكاتبة الصحفية مدير تحرير جريدة الأهالي ونائب رئيس حزب التجمع وأشكر حداك جداً ونورت فينا شكراً مجدداً نورتين أفعل مشاهدينا نورتين أفعل مشاهدينا فقراتنا في نارك سعيد مستمرة لكن بعد الفاصل اللي جايك تتابعون